ضم لنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي عمار عوض أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية الأمم المتحدة إذن مصرة على مساعدة الشعب السوداني كما يقول فوض شؤون اللاجئين نذكر أنه في بداية الحرب كان في هناك طرد لممثل الأمم المتحدة والبعثة الأممية الآن من يخاطب هنا فليب وغراندي يقول نتحدث إلى كل الأطراف من أجل توفير المساعدات والسماح بالوصول الآمن إلى المتضررين والنازحين إلى من يوجه خطابه برأيك نعم هو واضح أنه بالدرجة الأولى هناك شقين من هذه المخاطبة هو يتحدث عن بحث عن تمويل وفي نفس الوقت يتحدث عن سماح بمرور المساعدات الإنسانية في إطار البحث عن تمويل كما تعلم أن المؤتمرات التي عقدت في باريس تتحدث الآن على نحو أن السودان كعملية إنسانية فقط يحتاج لغرابة 2 مليار دولار وفق التقديرات التي جرت في باريس وفي نفس الوقت أنا عايت من السودان كنت ضمن إطار وفدي صحفي بريطاني أمريكي التقينا بعدد كبير بما في ذلك المنظمات الدولية الموجودة في السودان بالجنرالات الموجودين وقيرهم صحيح أن هناك مشكلة تتعلق بالتمويل أنه في الأيام الماضية فعلا الإمارات تحدثت على أنها تريد أن تدفع حوالي 30 مليون دولار أو 35 مليون دولار لدعم العملية الإنسانية وأنا أعتقد هذا نقطة من بحر كبير جدا من الاحتياجات النقطة الأخرى هو أيضا يتحدث لطرفي الحرب إذا كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع المتمردين الماليسيا وتمر الاسم الذي يروق للمستمع هؤلاء الاسنين أيضا محتاج أن يكون هناك خطة تتعلق بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية أنا ضمن هذا الوفد الصحفي ما حصلت عليه من معلومات من الحكومة السودانية أطلعنا على ماذا حصلت من معلومات لكن كنت أريد أن أسألك اليوم عندما ننظر إلى خريطة السودان نجد أنه في مناطق يسيطر عليها الجيش في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في مناطق ما زال فيها يعني غير محسوب من يسيطر عليها هذه المناطق على الأقل التي يسيطر عليها طرف بمفردة ألا يمكن إيصال المساعدات إليها بالتعاون مع هذا الطرف بشكل مباشر أم أن الأمم المتحدة ستعمل مثل اليمن يعني تتعامل مع السلطة الحاكمة على أنها هي الشرعية وترفض الحديث مع الأطراف الأخرى يعني هذا التوزيع الجغرافي للقوة ألا يساعد على الأقل إلى دخول الإغاثة إلى بعض مناطق محددة نعم الآن الإغاثات تصل إلى عطفا على سؤالك تصل إلى عدد كبير من المدن السودانية هذا ما وقفنا عليه مع منظمة الغذاء العالمي ومع المسؤولين في منظمة يونسيف هناك أعمال كبيرة تقوم إذا كان في الولايات التي تحتبر الولايات الآمنة إذا كانت ولاية الشمالية نهر النيل البحر الأحمر كسلة القضارف سينجا دمازينك النيل الأزرق غيره هناك مغاط أخرى إذا كانت في المنطقة التي تقع فيه جنوب الخرطوم ولاية النيل اللبية شمال كردفان جنوب كردفان حيث المناطق التي يسيطر عليها عبدالعزيز هذا من حلو يسيطر على جزء كبير أو الطرغ المؤدية وهذا هو ليس مع الدعم السريع وليس مع الجيش وصولا إلى دارفورة التي أيضا تعاني إذا كان من قوات الدعم السريع التي اشتكى منها منظمات اليونسيف ودبلي وفي بأنها تحاصر مدينة الفاشر بحصار منهجي وهذا الحصار يعيق وصول المساعدات الإنسانية ويعقت المسائل ما حصلنا عليهم من معلومات لفائدة المشاهدين العرب أو السودانيين والذين يسمعون أن الحكومة السودانية قالت أنها بالفعل وافقت على وصول المساعدات عبر معبر الطينة وهو ما وقفنا عليه من داخل منظمة الغذاء العالمي وغيرها من المنظمات أن فعلا غواف الإغاثة دخلت من تشات عبر معبرين معبر الطينة وأيضا هناك إغاثات دخلت عبر معبر أدري التشادية بعضها ذهب إلى ولايات وسط دارفور وبعضها ذهب إلى ولايات شرق دارفور لكن الغتال المحتدم حول الحدود وحول الفاشر يعقت المسائل لذلك أتت دعوة مجلس الأمن لقوات الدعم السريع بالكف عن الهجوم على أو إدارة معارك عسكرية ما تغتمنا به عطفا على سؤالك أن هناك نغاط بها جيش ونغاط بها دعم السريع ونغاط بها غير من الأمور نحن في مركز الجمهورية اخترحنا أن تكون هناك ما يعرف بكيسينج بوينت كيسينج بوينت ماذا تعني؟ أي أن تكون هناك مساحة قدرها خمس خمسة كيلومتر مربع لا تتبع لهذا ولا تتبع لذلك يتم توصيل فيها المساعدات الإنسانية ضمن إطار الدولة السودانية وضمن إطار المحافظة على السيادة السودانية والحكومة الشرعية القائمة هذا يفضل الاشتباك سيد عمار عوض من القاهرة الكاتب الباحث السياسي شكرا جزيلا لك